أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان وليعاهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة عيد الفترة المباركة اليوم مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي كما أدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشوخ وكبار المسؤولين وعقب صلاة العيد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان التهنية مع المصلين بحلول هذه المناسبة الكريمة وبعدها زار سموه والشيوخ ضريحا مغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آلنهيان وقرأ الفاتحة على روحه طيب الله ثرى دعينا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يكرمه بجزيل المثوبة جزاء ما قدمه إلى شعبه وأمته من خير وأعمال جليلة